السلام عليكم من ساحة مسجد قرطبة نذكر قصة لبطل من الأبطال لو لم تكن ثابتة لقلنا أنها ضرب من الخيال حديثنا عن يتيم ولد في تدمر وخرج هاربا شريدا من المشرق ليكون دولة وأمجاد في المغرب هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان صقر قريش المعروف بعبد الرحمن الداخل بعد سقوط الدولة الأموية والقضاء على آخر خليفة أموي المسمى مروان الحمار استباح العباسيين دماء ابناء عومة من الأمويين فقام عبد الرحمن الداخل ومعه أخيه الصغير يتخفون عن أعين بن العباس وخرجوا من الشام إلى بغداد وبسبب الوشايات والجواسيس عرف مكانهم واكتشف أمرهم فأقبلت الرايات السود نحوهم ففر عبد الرحمن وأخيه حتى قطعوا نهر الفرات سباحة فنادى جنود العباسيين ارجعوا ولكم الأمان فأكمل عبد الرحمن الداخل السباحة وحاول بأخيه ألا يصدقهم ولكن الصغير تعب من السباحة وصدق العباسيين فرجع إليهم وسلم نفسه فلم يوفوا بوعودهم وقضوا على الشاب الصغير مباشرة أمام أخيه أكمل عبد الرحمن الداخل طريقة تاركا أبناءه وأهله وملك آبائه وقصورهم استمر متخفي متنكر في طريق طويل من العراق إلى مصر واستقر في ليبيا عدة سنوات حتى تهدأ الأوضاع ويكفى الطلب عنه ثم أكمل إلى أخواله في المغرب كان يريد الأندلس لأنها أبعد البلدان عن العباسيين والأوضاع فيها غير مستقرة نزاع كبير بين العدنانية والقحطانية والشأن الكبير أن للأمويين مكان وتقدير عند أهلها فهذه الحادثة بعد فتح الأندلس بقرابة خمسين سنة فكان يتسمع الأخبار ويرسل الرسائل إلى محبين وموالين الأمويين حتى كوّن حلفاء وفي عام 138 الهجرة داخل عبد الرحمن الداخل الأندلس وعمره خمس وعشرين سنة على قارب صغير وحيد طريد من المشرق عبر البحر وقطع القفر فاجتمع الناس عليه ونصب أميرا في أوروبا فمصر الأمصار وجند الأجناد ودون الدواوين وفتح الثغور حتى حاول توحيد الأندلس بالسلم ولكنه اضطر للسلاح فوحدها وأطفأ الفتنة التي تشتعل بها وأخمد أكثر من عشرين ثورة وقد حكم أكثر من ثلاثين عام وبقي الحكم في ذريته أكثر من قرنين من الزمان رحمه الله وغفر له